اكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة الامين العام للمجلس الاعلى لشباب والرياضة ان تنظيم المؤتمر الاول لطب القلب الرياضي مطلع ديسمبر المقبل تحت شعار نبض الرياضي يمثل حدثا رياضيا وصحيا تتفرد به مملكة البحرين على مستوى دول الشرق الاوسط مشيرا الى ان ذلك يعكس جدية المملكة في التعامل مع حالات الوفيات اثناء ممارسة الرياضة في المماشي والصالات الرياضية مؤكدا ان القطاع الصحي في المملكة يشهد تطورا مستمرا في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى وتوجيهات سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الموقر المستمرة لتطوير المنظومة الصحية في المملكة وثمن معالي الامين العام الرعاية الكريمة لسمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب لاعمال المؤتمر والحملة التوعوية مشيرا الى ان تلك الرعاية تأتي في اطار متابعة سموه المستمرة لمستجدات موضوع حالات الوفيات اثناء ممارسة الرياضة وتوجيهات سموه لتنفيذ ما صدر عن اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع من توصيات وخطط عمل ترجمة نانسي قنقر